هل ترى بالفعل أن الظروف مختلفة ضخامة الحدث وضخامة هذا الزلزال مقارنة بزلزال 99 قد يجعل الناخب التركي يلتمس العذر في أي ما يوصب بأنه تقصير أو أنه ليس التعامل بالكفاءة الممكنة بالنظر إلى ضخامة هذا الزلزال وبالتالي ضخامة تأثيراته بنظر أيضا إلى عدم وجود شخص مناسب كبديل لأردوغان تحية لك ولضيفكم ولمشاهدين الكرام يعني كل ما الآن أريد أتكلم يمكن لي أن أثبته عبر الفيديوهات وعبر الأرشيف بصراحة في 23 سنة جمعوا ضرائب خاصة للزلزال فعندما في وقته عندما سألوا عن وزير المالية مهمة شمشاك وزير لهذه الحكومة كان سألوا أنه إلى أين صرفتم هذه الأمضل قال عملنا طرق طرق يعني في ما بين المدن هناك كانت تحذيرات جدا على أن لا تبنوا المنازل والمدن في صدع الزلزال لكن لم يسمعوا واتهموا بكل من حذرهم بالإرهابي أو المتهمين بالخوانة وغير ذلك لكن مثلا مطار أنتاكيا هطاي لا يشتغل الآن انتهى بسبب أنه على رغم التحذيرات بنوا في مكان في صدع الزلزال وبصراحة الآن المشكلة ماذا؟ مشكلة أنه في النظام الرئاسي صار كل شيء مركز على الحكومة والدولة يعني هناك ردة فعل الحكومة كانت سابقا ألن انتهى؟ الكل يتكلم أنه بأمر من الرئاسة التركية يعني مفروض أن يتحركوا الجميع كما تحركوا في الزلزال السابقة أذكر لكم مثال بسيط جدا صار نهب الأموال في مدينة هطاي مثلا نهب بصراحة بكل أشكالها لم ينزل الجيش إلى الساحة إلى المدينة فصار نهب مفروض أنه بعد الزلزال يتهرك الجيش التركي بسرعة وينتشر في المدن للحفاظ على الأمن العام لكن تحركوا بعد أيام مثلا محطات البنزين في المدن بسبب الخوف من النهب أغلقوهم لماذا لم يفتح؟ لأن الأمن لا يوجد مفروض أن يجعلون الجنود من الجيش التركي للحفاظ على أمن المخطات البنزين سيد جواد الرئيس التركي اليوم في مؤتمر صحفي أو في كلمته أطرف بهذا التقصير وتحدث عن الجهود التي ستبذل في هذه المرحلة وما يليها من أجل محسبة المسؤولين عن السلب والنهب وتحدث أيضا عن فترة عام حتى يعيد بناء الدولة هل يمكن لهذا الخطاب أن يكون له أصداء إيجابية على الناخب التركي؟ لا كما قال ضيفكم الكريم أنه يعني بصراحة الحكومة تحركت لكن تأخروا في التحرك يعني مؤسسات المجتمع المدني كانوا أقوى وبصراحة يعني الحكومة في نعم انتشرت في مساحة واسعة جدا يعني أكثر من عشر مدن لم يتهي أحد والحكومة يعني قدراتها الزلزال كان أكبر من قدرات الحكومة التركية بهذا الخصوص لكن بشكل عام رأينا أنه تأخير في التحرك كان واضحا جدا هناك مؤسسات كانت مؤسسات مدنية لإنقاذ العالقين تحت الأنقاذ لكن جمعوا الكل باسم أفات ألغوا أكوت فصارت المشاكل كبيرة يعني هذه الخطابات لا يؤثر مع الأسف الجو العام بالنسبة إلى تحرر الحكومي سلبية أنا ذهبت إلى منطقة الزلزال في اليوم الأول رأيت الأجواء سلبية جدا وتراجع شعبيتهم هذا الملف والزلزال أحد ملفات السلبية بالنسبة إلى شعبية حزب الحاكم في تركيا ترجمة نانسي قنقر